السلام عليكم متابعين الأعزاء كيف بدأت قصة طالوت وجالوت ومن الصالح فيهما ومن الفاسق بدأت قصة طالوت وجالوت حين ذهب بني إسرائيل لنبيهم يسألوه ألسنا مظلومين؟ قال بلى قالوا ألسنا مشردين؟ قال بلى قالوا لقد قهرنا جالوت وأذلنا بظلمه فاسأل الله أن يبعث لنا قائدا وملكا لنقاتل تحت لوائه في سبيل الله ونستعيد أرضنا ومجدنا مرة أخرى قال نبيهم وكان أعلم بهم هل أنتم واثقون من القتال لو كتب عليكم القتال؟ قالوا ولماذا لا نقاتل في سبيل الله وقد طردنا من ديارنا وتشرد أبناؤنا وساء حالنا؟ قال نبيهم إن الله اختار لكم طالوت ملكا عليكم وكان طالوت شابا فقيرا من ذرية بن يمين شقيق يوسف عليه السلام قالوا كيف يكون ملكا علينا وهو ليس من أبناء الأسرة التي يخرج منها الملوك وهم أبناء يهوذة كما أنه ليس غنيا وفينا من هو أغنى منه قال نبيهم إن الله اختاره وفضله عليكم بعلمه وقوة جسده قالوا ما هي آية ملكه؟ قال لهم نبيهم يسترجع لكم التابوت الذي فيه التوراة وتحمله الملائكة قالوا كيف؟ قال النبي اذهبوا إلى الصحراء وسوف ترون ذلك بأعينكم سكت بن إسرائيل ولم يبقى أمامهم إلا أن يسلموا لإرادة الله ولكن كيف سيأتي صندوق العهد؟ هكذا بدأوا يتساءلون خرج بن إسرائيل إلى الصحراء يترقبون المشهد المثير وجاءت اللحظة المرتقبة ورأى بن إسرائيل صندوق العهد وقد غمرته أنوار الملائكة فهبط الصندوق المقدس برفق بين يدي طالوت وشعر بن إسرائيل بالسكينة والإيمان يملأ قلوبهم ها هو صندوق العهد فرمز عزتهم يعود إليهم مرة أخرى وهكذا أصبح طالوت ملكا على بني إسرائيل وساد النظام حياتهم وفي يوم ما أعلن طالوت أنه يستعد للجهاد في سبيل الله وأن على بني إسرائيل أن يتهيأ للحرب ضد جالوت الظالم فبدأ بن إسرائيل بتجهيز الجيش واستعد طالوت لقيادته وأثناء استعدادهم للمعركة أراد طالوت أن يختبر قوة وإرادة الجيش فعندما شعروا بالعطش قال الملك طالوت لجنوده سنصادف نهرا في الطريق فمن شرب منه فليخرج من الجيش ومن يبل ريقه فليبقى معي في الجيش فجاء النهر فشرب معظم الجنود وخرجوا من الجيش وكان طالوت قد أعد هذا الامتحان ليعرف من يطيعه من الجنود ومن يعصاه فلم يبق إلا ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا ولكن جميعهم من شجعان فكان عدد أفراد جيش طالوت قليل وكان جيش جالوت الظالم كبيرا وقويا فشعر بعض جنود طالوت أنهم أضعف من جالوت وجيشه وقالوا كيف نهزم هذا الجيش الجبار قال المؤمنون من جيش طالوت النصر ليس بالعدة والعتاد إنما النصر من عند الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله فالتقى الجيشان في بيت الأحم وبرز جالوت في دروعه الحديدية وسلاحه في يديه يطلب أحدا منهم أن يبارزه فخاف جنود طالوت جميعا فسخر جالوت من طالوت وجنوده لأنه ليس هناك أحد يريد أن يبارزه وهنا برز من جيش طالوت راعي غنم صغير هو داود عليه السلام وكان داود مؤمنا بالله وكان يعلم أن الإيمان بالله هو القوة الحقيقية في هذا الكون وأن العبرة ليست بكثرة السلاح ولا ضخامة الجسم ومظهره الباطل وكان صغير السن جدا للقتال وكان الملك قد قال من يقتل جالوت يصير قائدا على الجيش ويتزوج ابنتي ولم يكن داود يهتم كثيرا لهذا الإغراء فكان يريد أن يقتل جالوت لأن جالوت رجل جبار وظالم ولا يؤمن بالله فتقدم داود عليه السلام بعصاه وثلاثة أحجار ومقلاعه وهي نبلة يستخدمها الرعاة فاندهش جالوت لمنظر ذلك الفتى الصغير وهو يتقدم إليه دون سيف ولا رمح فقال له جالوت إنك تريد أن تموت أيها الفتى اذهب وأرسل إلي أحد الرجال لأقاتله فإني لا أحب قتلك فقال داود عليه السلام ولكنني والله أحب قتلك فقال جالوت أين سيفك إذن ورمحك ومعداتك الحربية فقال داود عليه السلام إن سلاح الإيمان وأقاتلك باسم الله فغضب جالوت وتقدم مدججا بالسلاح والدروع فوضع داود الأحجار في مقلاعته وأطلق بها في الهواء فاصطدمت الحجارة برأس جالوت فقتله وبدأت المعركة وانتصر جيش طالوت على جيش جالوت وبعد فترة من الزمن أصبح داود عليه السلام ملكا لبني إسرائيل فجمع الله على يديه النبوة والملك مرة أخرى هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة